السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم أيها الأبطال في درسنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى سيكون حديثنا أو سيكون درسنا هذا اليوم هو سورة النصر سنقوم بحفظ سورة النصر وتلاوتها الأهم أن نتلو آيات الله سبحانه وتعالى ونتقن قراءتها ليكون لنا الأجر العظيم بإذن الله تعالى من المهم لأولياء الأمور عند المشاهدة الاهتمام لإبعاد جميع المشتتات والتركيز حتى انتهاء الدرس من المهم للطالب أن يكون القرآن الكريم دائماً قريب منه حتى إذا كان لدينا ربما بعض من المهم جداً لهؤلاء الأطفال أن يستمع إلى القرآن الكريم بعض الأطفال لا يستطيع الحفظ للقرآن الكريم مهم جداً فقط يكفيني أن يكرر التكرار لديه في ضعف النطق لديه في مشاكل لا توجد مشكلة كذلك لو اكتفى بالاستماع لتلاوة آيات القرآن الكريم وحاول قدر استطاعته فهذه خير على خير وبركة كبيرة نحن نحاول قدر الإمكان وفق ما تسمح به قدرات الطفل سواء كان استماع تكرار ولو ببعض الأخطاء بالنطق الحفظ للآيات هذه أكبر خطوة لدينا وهدف نصل إليه ولكن كلها ممتازة جداً وبركة أن يصل الطالب إلى أي مستوى من هذه المستويات الأهم أن أجعل حصة القرآن محببة للطالب مهم جداً أن أكافئه أعمل بعض المعززات له عندما يقرأ بشكل صحيح ألا يكون هناك شدة عالية عند التعامل كذلك مع الأبن عند تلاوة هذه الآيات قدر ما تسمح به إمكانياته وقدراته لتصبح هذه التلاوة وهذا وقت القرآن الكريم وقت محبب ومفضل له وينتظر الوقت متى يحين وقت قراءة القرآن الكريم من خلال الأساليب الممتازة التي تقوم باستخدامها معهم لدينا في البداية تعليمات هامة اختيار المكان المناسب للتعلم عن بعد سواء كان عن طريق قناة العين عبر اليوتيوب أو كذلك على التلفزيون أجهز كتابي وأدواتي المدرسية أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له من المهم جداً أن يقوم بإخراج الكتاب في بعض الدروس من المهم إلى تواجد القلم وكذلك في هذا الدرس تواجد القلم من المهم الانتهاء حتى انتهاء زمن الحصة لنبدأ يا أبطال على بركة الله صلوا على نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام وقولوا عليه الصلاة والسلام الدرس الخامس سورة النصر سورة النصر اقرأ سورة النصر مع الإشارة إلى آياتها في البداية يا أبطال قمنا بحفظ سورة النصر وقمنا بتكرار سورة النصر كاملة طلبنا منكم أن تحفظوا أول آية الذي حفظ منكم أول آية أريد منه الوقوف والقيام أمام الشاشة وتلاوة هذه الآية التي قام بحفظها في الدرس السابق هيا قيامي أبطال هيا يا رائع وانت كذلك يا رائع أريد منكم القيام أمام الشاشة وتلاوة هذه الآية التي حفظتمها أساعدكم قليلا إذا جاء هذه هي بدايتها من لم يتذكر ساعده في الآية كاملة إذا جاء نصر الله والفتح أحسنتم لنقرأها مرة أخرى إذا جاء نصر الله والفتح أحسنتم الآن عبر الشاشة أو اقرأوا مع الإشارة التي أشير بها إلى الآيات كاملة ثم بعد الانتهاء من ذلك أقوم بالإشارة عند الوصول إلى النهاية سنقوم بحفظ الآيات كل آية على حدة انظروا إلى المؤشر عند القراءة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا أحسنتم يا أبطال أحسنتم لقراءتكم لهذه الآيات من سورة النصر والاستماع إليها الآن أريد منكم المشاهدة والتقليد للأستاذ بحركات الفم عندما يقوم بتلاوة هذه الآيات لنتأكد أن جميع الآيات ننطقها النطق الصحيح وإخراج الأحرف كذلك من مخارجها الصحيحة بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا أحسنتم أحسنتم يا أبطال على هذه القراءة الجميلة والرائعة وتذكروا دائما عند قراءتكم للقرآن الكريم يا أبطال من هذا المصحف أو من المصحف الذي يكون معكم أحيانا لجزء عما عندما تقوموا بفتح السورة وتلاوة هذه الآيات من القرآن الكريم أو من المصحف من المهم جدا أن أكون على طهارة من المهم جدا أن أكون على طهارة وتلاوة سورة النصر التي تشاهدونها أمامكم الآن هذا هو ترتيبها في المصحف وفي القرآن الكريم عندما تقومون بقراءتها ولكن ما هو المهم جدا يا أبطال أن أتوضأ قبل قراءة القرآن الكريم وتحدثنا عن الطهارة وإزالة النجاسة في الدروس السابقة وتحدثنا أن الطهارة المقصود بها لي قراءة القرآن والصلاة أن أزيل النجاسة ثم أتوضأ فمن المهم جدا يا أبطال أن أتوضأ قبل قراءة القرآن الكريم وأن أحترم هذا المصحف وأضعه في مكان لائق لا أرمي الحقيبة إذا كان معي القرآن الكريم كذلك يا أبطال مهم أن أتوضأ أن أحافظ على المصحف من التمزيق لا آكل وأقوم بالقراءة من القرآن الكريم كذلك يا أبطال الآن قوموا بالمتابعة بعدي والتكرار سنحفظ الآية الثانية مهم جدا في الدرس القادم أن نحفظ الآية الثانية حفظنا في الدرس الماضي الآية الأولى في هذا الدرس سنكرر بقية الآيات ومن المهم جدا ضبط الآية الثانية شاهدوا أمامكم الآية الأولى لدينا التي حفظناها سنقوم بتكرارها ثم نتوجه الآية الثانية التي يطلب منا حفظها في هذا الدرس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هذه هي الآيات التي سنقوم بحفظها وتلاوتها بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أحسنتم يا أبطال بارك الله فيكم تحية قوية مني لكم على هذا الإنصات والاستماع لهذه الآيات وتكرارها وحفظها الآن أريد منكم القيام في أماكنكم وأخذ نفس عميق أحسنتم يا أبطال عودوا لأماكنكم وكرروا معي هذه الآية التي نريد حفظها للدرس القادم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ممتازين أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم لون الرقم المناسب لعدد آيات سورة النصر لون الرقم المناسب الآن لعدد آيات سورة النصر كانت أمامكم وشاهدناها أمامكم كذلك قبل قليل في النشاط الأول في سورة النصر كم كان عدد الآيات ثلاث آيات أم آيتين أحسنتم يا أبطال لقد كانت ثلاث آيات قموا بتلويني الرقم ثلاثة والانتباه لعدم الخروج من الحدود الموجودة أمامكم يا أبطال أحسنتم وبارك الله فيكم أريد منكم القيامة أمام الشاشة كفك يا بطال وكذلك أنت يا رائع أحسنتم وبارك الله فيكم شكرا لكم على إنصاتكم واستماعكم ألقاكم في دروس قادمة بإذن الله تعالى حتى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة